أناب سيد الرئيس عبدالفتاح السيسي الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي لوضع إكليل من الظهور على النصب التسكري لشهداء القوات المسلحة وذلك تزمنا مع احتفالات مصر بيوم الشهيد أناب السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي لوضع إكليل من الظهور على النصب التسكري لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر وذلك في إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بيوم الشهيد والذي يوافق ذكر استشهاد الفريق أول عبد المنعم رياض رئيسي أركاني حرب القوات المسلحة الأسبق في التاسع من مارس عام 1969 وقام القائد العام للقوات المسلحة يرافقه الفريق أسامة عسكر رئيس أركاني حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية بوضع باقة من الظهور على النصب التسكري للجند المجهول كما عزفت الموسيقات العسكرية سلام الشهيد موسيقات العسكرية سلام الشهيد على قبر الزعيم الراحل محمد أنور السادات وفي نهاية مراسم الاحتفال قام بتحية عدد من كبار قادة القوات المسلحة